تغييرات مرتقبة للفريق الوزاري وتقييم كثر الحديث عنه للأداء الحكومية ينتظره مجلس النواب حال التصويت على الموازنة الاتحادية الضغطات التي تعرقل التغييرات الوزارية وجدية البرلمان في هذا الصدد نتابعها مع تقرير فقار فاضلة الحديث عن تقييم الأداء الحكومي يعود إلى الواجهة من جديد وهذه المرة عبر نافذة مجلس النواب فالمرحلة المقبلة وتحديدا بعد المصادقة على الموازنة المالية ستشهد تغييرات لوزراء بالإضافة إلى وجبة جديدة من المدراء في الوزارات والحكومات المحلية جراء التقصير بحسب نواب كثير مرة كنا ندوى إلى أن هذه المحافظات يجب أن يكون بها تغيير على مستوى المحافظين وكنا نتحدث عن تغيير مؤقل من 10 إلى 12 محافظة وبالتالي أغلب المحافظين تغيروا اليوم أمامنا مجالس جديدة ومحافظين جديدين وأمامنا موازنة ضخمة يجب أن تنطلق هذه المحافظات من أجل إخمال الخطط والبرنامج التي عدت إليها ضمن موازنة التنمية الأقالي أما ما يخص الحكومة التنفيذية أحنا أكثر مرة أكدنا يعني يحتاج إعادة تغيير لبعض الوزارات في هذه الحكومة ومع انشغال جميع الأطراف بقانون الموازنة ووجود ضغوطات سياسية تقيف حاجزا أمام التغييرات فثم تستعداد نيابي لتقديم تقرير مفصل عن أداء الكابنة الوزارية وعلى إثره ستكون كلمة الفصل في إبقاء المسؤول أو إقالته نحن كدورنا أساسي هو تشريع القوانين والرقابة تقييمنا لعمل الوزراء ورؤساء الهيئات والمدراء العامين طبعا هناك وزراء ناجحين في عملهم وأثبتوا وهناك وزراء لم يستطيعوا أن يحققوا الهدف المنشود بل أكثر من ذلك هناك ملفات فساد وملفات فساد إداري ومالي وهدر للمال العام كذلك بعض المدراء العامين اللي أقفقوا وقد يكون معيار التقييمات للوزراء والمسؤولين المحليين مبنيا على نسبة الإنجاز للمشاريع الخدمية على أرض الواقع ورفع جودة العمل في مؤسسات الدولة التي تعاني من مشكلات تتعلق بالفساد الإداري والمالي من بغداد فقار فاضل الرابعة